تم اليوم بواشنطن تسليط الضوء على رؤية والتزام جلالة الملك محمد السادس في مجال التعاون جنوب جنوب باعتباره ركيزة استراتيجية للسياسة الخارجية للمغرب وذلك أمام منظمة الدول الأمريكية وفي مداخلة خلال اجتماع لمنظمة الدول الأمريكية التي يعد المغرب عضوا ملاحظا دائما لديها أبرز سفير المملكة لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني الجهود التي يبذلها المغرب والمبادرات الكبرى التي يتخذها لمواكبة البلدان الشقيقة والصديقة خاصة في إفريقيا والتي تشمل مختلف قطاعات التنمية وسجل السفير أن هذا الالتزام ينعكس أيضا من خلال علاقات المملكة مع باقي دول الجنوب مشيرا إلى أن العلاقات الوطيدة التي تجمع المغرب بالمنظمات الإقليمية والدولية وقال أن المغرب يعد وبحكم موقعه الجغرافية الجسر الطبيعي والجيوستراتيجي الذي يربط بين القرى الإبيرو أمريكية والعالم العربي الإسلامي وإفريقيا